ألف متر مربع وكي برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يصل إلى جامع الجزائر أين سيشرف على تدشينه الرسمي اليوم إذن جامع الجزائر الصرحة ديني والعلمي والسياحي هو مبنى دخم به قاعد سلات كبيرة تتربى على مساحة 20 ألف متر مربع تتسع لأكثر من 120 ألف مسل وزينت هذه القاعة بشكل بديع تحوي على دعائم رخمية مميزة ومحارب كبيرة رئيس الجمهورية كما نتابع في هذه الصور المباشرة يصل إلى جامع الجزائر الإشراف على مراسم التدشين الرسمي لجامع الجزائر في استقبال رئيس الجمهورية إذن كما نتابع وزير السكن والعمران والمدينة الطارق بالعريبي كذلك وزير الشؤون الدينية والأوقاف عفوا رئيس الجمهورية يصل في هذه الأثناء إلى جامع الجزائر أين سيشرف على تدشينه الرسمي جامع الجزائر الذي أصبح له بعد تاريخ ديني ثقافي ورمزية أيضا رمزية زخرفة ثالث أكبر مسجد في العالم وأضخم مشروع في إفريقيا سيخرج طبعا طلبة علم خاصة أنه يحتوي على كل الضروريات من دار القرآن ومركز ثقافي ومكتبات وقاعة محاضرات وغيرها من بين المرافق التي يحتويها جامع الجزائر المركز الثقافي المنارة منارة هذا الجامع هي أبرز ما يميز المكان صممت بأصالة المأذن المغاربية على طراز الأندلسي وبهندسة معمرية حديثة كذلك من بين المرافق الفضاء المسجدي مكتبة جامع الجزائر دار القرآن هي أبرز أو بين أبرز المرافق التي يحتويها جامع الجزائر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يصل إلى جامع الجزائر أين سيشرف على تدشينه الرسمي نعيد ونذكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يصل في هذه الاتناء إلى جامع الجزائر للإشراف على مراسم التدشين الرسمي لجامع الجزائر